السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الايس كريم بمكونين اتنين بس من غير حليب مكسف محل طريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية جدا وان بتاخدش وقت شايفها الجمال منتهى الجمال والروع ولدك هيفرحوا جدا بيه ما تنسوش اللايكات يا بنات اول حاجة معي يا كوب بيتين من كريمة الخفق انا حطيت كريمة الخفق اللي كنت محضرة معيك قبل كده طريقة اقتصادية في الفيديو سابق واسيبلك الروبط بتاعها في صندوق الوصف اسفل الفيديو كنت سابقها في الفريزر وبعدين طلعتها تفك شوية وبعدين حطيتها زي ما انت شايف وادي الكوباية التانية نص كوباية زائب معلقة كبيرة من السكر البدرة وهنبتزي ان احنا نضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهرباء بالشكل اللي انت شايف هذا بضل اضربهم لغاية ما القوام يبقى عندي كريمي وكسيف نبتزي على اول سرعة وبعدين نبتزي نعلى بالسرعة على اخر سرعة علشان تعمل معينا قوام كريمي لازم نبقى على اعلى سرعة بنلاحظ انه يبتزي يتقل بالشكل اللي انتو شايفينه ده ونكمل ضرب بالشكل ده وما تنسوش يا بنات اللايكات لسه ما عملش لايك للفيديو انت ليعمل لايك خلاص كده تيل خلص معي بالشكل اللي انتو شايفه ده وبقى كريمي جدا شايف الشكله؟ هو ده القوام المزبوط اللي انا عوزة وهيجب بقى عيلة بيكون لها غطى كده وهبتدي ان احط فيها الخليط بتاعي انا هحط الاغلب فانيليا واحط شوية صغيرين بس في العلبة التانية هحط عليهم معلقة كاكاو خيم علشان نحن ليها شوكولاتة بالشكل ده هساوي بس شكلها كده قبل ما اغطيها دي العلبة الفانيليا ده الجزء بها اللي عايز نعمله بالشوكولاتة هحط معلقة كبيرة كاكاو خيم غير محلق اخلص كده سويتها واغطيها واغطي كمان الفانيليا وحطهم في الفريزر كذا ساعة طبعا لغاية ما يجمب معي وانا اول ما تلعب من الفريزر شايف القوام بتاعها كريمي ازاي انا عايز اقولك انها جميلة جدا جدا هبتدي ان انا اروح احطها في كيس من اكيس الحلواني وابتدي اشكلها في الكباب وابتدي احطها في الكباب بالشكل ده شايف شكلها حلو ازاي؟ منتهى الجمال والروعة الولادة عندك افرحه جدا بيها وممكن كمان بدل ما تشكلها في كباب ازاي استشكلها في كباب بلاستيك وترجاع تحطيها تاني في الفريزر وانا احط في دي الشوكولاتة روعة جدا 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 جربي الطريقة دي سهلة وبسيطة وقت صديق وما فيش بجد اروعة من كده وخلاص وصلنا الاخر الفيديو وابمنا الفيديو كنا لأعجابكم وطريقة نالة اعجابكم لا تبخلوش عليها بلايكات للفيديو واشترك في القناة لو مش مشتركة وفعل زرار الجرس عشان يوصلي بكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة